أهلا وسهلا بكم مجددا معكم مازان عيبتاني من ألانيا تركيا أريد تصور هذا المنظر جميل نهر ديمتشاية في ألانيا بمنطقة تصمر هذا النهر كبير يمتد لفوق فوق أريد تفرجكم عليه كله بط ووز أشياء جميلة اليوم تقس جميلة اليوم 22 نوفمبر 2020 ذكرى استقلال لبنان مع الأسف لبنان حاليا يرزح تحت الضغوط الاقتصادية والمشاكل والفساد إلى آخرها في لبنان أيضا مناظر جميلة مثل هذه لكن مع الأسف لا يمكن أن يتمتع ببلده وينبسط ببلده يذهب إلى البلاد التي هي أقرب لأنه يكون جميلة ألانيا تقسها كثيرا جميلة مثل تقس لبنان جوهة متوسطة يسمى البحر الأبيض المتوسط والذي يخشخوا مني هؤلاء التجاجات هذه هي جميلة ولكن حاليا فاضية عادة يقومون فيها الناس يغيرون جو طبعا كله مستخدم كله من البلدية وفي على الطرقات وفي على الطرقات مكانات الرياضة تمرين الرياضة أيضا مستخدم لتدفع مصاري المعيشة بألانيا جميلة رخيصة أو عن ماء إذا لديك مصدر دخل منيح عادة للعرب يكون مصدر دخله برد تركيا كما تتعرفت قبل قليل أحد شخص محترم من العراق سيكن في ألانيا وكان لديه ثلاث سنين ونص إنسان محترم تعرفت عليه في الجامع هناك الكثير جوامع هناك الكثير جوامع وفي تركيا طبعا كيف عايش لديه مصدر دخله مع عاشه تقاعدة التي يأتي من العراق وهو ليس فقط الحالة الوحيدة أنا رأيت كثير حالات فهذا دليل على أن الإنسان العربي في تركيا إذا يعيش عايشة محترمة وحلوة وطبيعية يجب أن يكون لديه مصدر دخل خارجي كراتب تقاعدة أو نتيجة استثمار معين أو يكون لديه رأس مال ويستثمرون في أولانيا أو بلده إذا خرج إذا يستاهل ويكون لديه مدخول نوعاً ما ثابت لا يمكن أن يعيش بتركيا بشكل عام حالياً التقس هنا كثير حلو بالرغم أن إسطنبول فيها عواصف وبرد والناس لا يستطيع أن تتحرك من بيوتها فهذا التمييز الذي موجود في أولانيا التمييز بالطقس طقس كثير حلو لذلك أنا اخترت هذه المنطقة لحتى استثمر فيها وممكن مستقبلاً إن شاء الله عيش فيها عندما يكون لديه أكثر من مصدر دخل حالياً مصدر دخلي هو الشقة التي حالياً أقجرت الحمد لله يا رب العالمين هو الرزاق وحباً سلم عليكم وبعث لكم فيديو لحتى أن ترى كم جمال هذه المنطقة أعطيكم هذه المنطقة هذا نهر الذي يصب البحر هناك البحر أصبح هذا الانتجاه ومتد إلى أميال ومتد إلى أميال أيضاً إن شاء الله إذا أردت إلى أميال أيضاً أقوم بصوركم فيديو وأتحدثكم أيضاً عن مواضع أخرى إن شاء الله السلام عليكم